موسيقى الو من فضلك أكلم الأستاذ أحمد الأستاذ أحمد مين؟ الأستاذ أحمد جوز حضرتك هو مش هنا برضو منزل الأستاذ أحمد حلمي الفنان المعروف الفنان أحمد حلمي اللي هو شبه الكابوريايا اللي لسه بتلعب في المية ومتلعيتش منها أيوة أمار حضرتك ليه مستغربة أني بسأل عنه في رقم التليفون هنا هو مش المفروض برضو لما أتصل بالبيت عندكم هنا وحد يرد علي أطلب منه أكلم راجل البيت مش هي دي برضو الأصول نعم حضرتك بتقولي إيه سيادتك راجل البيت سيادتك الكل في الكل سيادتك الأمر الناهي في البيت هنا ومفيش في البيت راجل غيرك انت اللي تشوفي سيادتك طب أنا ممكن أستأذن جنابك وأكلم الأستاذ أحمد تحت أي صفة أو أي مسمى أنت تحبيه حتى لو كان ادادة مثلا الأستاذ أحمد مش فاضي دايما وراهما سوريات كبيرة ولازما هو بنفسه اللي يقوم بيها مطحون في شغل البيت هو مين دا؟ الأستاذ أحمد حلمي اللي هو شبه الكابورياية اللي لسه تلعب في المية وما تدعيتش منها لأ عندها ترعد على إيه بس اللي سيادتك تشوفيه طبعاً ده جوزك وانت حرة فيه إن شاء الله حتى يغير اسمه ويخليه عنايات دي حاجة ترجع له هو نعم الأستاذ أحمد مشغول ومش فاضي كلم حد عبمه متدغدغ وركبه مش شيلاء ملاخلخ هو مين دا اللي ملاخلخ ليه كفال للشر هما الخدم اللي عند سيادتك كلهم وغدين أجازات نعم سيادتك بتقولي إيه؟ أنت بتفضلي إن الأستاذ أحمد هو بنفسه اللي يقوم بشغل البيت كله كل شغل البيت وهو موافق على كده؟ طبعاً خلاص مدام هو موافق على كده يبقى دي مشكلته هو طب يا ترى هو مش ممكن يفضلي ولو حتى دقيقة واحدة الأستاذ أحمد بعافية حالته تصعب على الكافر ولا تصر عدو ولا تصر حبيب ليه كفال للشر؟ على الله المانع يكون خير اتزحلى مبارح وهو بيخسل الغسيل وقبل ما يخلص الفم الثاني وقع على السلم وهو راجع من السوق بعد ما اشترى الترباط اتلاسع من حلة الشربة وهو بيطلق فيها الملخية اديك الشركسي نقره من عينه وهو بيأكل الفراخ جرى ايه يا مدام مونة؟ ده مش ناقص غير انك تقوليلي ان الطفلة بنت عم عبده البواب أشهطت عليه وهو قاعد بيرضعها حصل فعلا الطفلة بنت عم عبده البواب أشهطت عليه الرضع كلها رجعتها في وشه غرقت قميس النوم اللي هو كان لابسه معقولة معقولة في الساعة دي يقعد في البيت بقميس نوم وكمان مبلول ده يبقى اكيد بقى اضطر ياخد دش على السريع والطر كمان يغير القميس لا ما اخدش دش على السريع اخد دش على البارد مية ساعة وكمان متلجة وهي دي اللي تعبته جات له نزلت برد وهي دي اللي دغضغت عظمه وكمان اللي اخلقت ركبه لا ألف سلام علي أزمة وتعدي كله إلا الركب وهي الكابوريا فيها ايه غير يدوب ركبتين نعم سيادتك بتقولي ايه سيادتك محتاسة في شغل البيت من وقت ما هو تعب الدنيا مكركبة والبيت مقلوب على بعضه سيادتك تعبانة وكمان بتعاني لا ألف لبقس عليك ربنا يكون في العون سيادتك بتدعيله اكيد انا كمان هدعيله يقوم لنا بالسلامة ويرجع لنا من تاني يمارس عمله بشكل طبيعي الاستاذ احمد ده فنان ولو وضعه مش هو ده المهم وما الايه هو المهم من وجهة نظر سيادتك بتتمنيله الشفاء عشان يقوم ويكمل الفم التاني الغسالة دايرة من وقتها وما وقفتش وكمان عشان يروح السوق مرة تانية ويجيبلك باقي الطلبات نسي في المرة الاولى يجيب البتنجان الرومي والفلفل الاخضر والاهم من كده كمان عشان يعمل طشة التوم بتاعة حالة الملوخية لا فعلا دي مشكلة كبيرة ولازم نبحث لها عن حل طب وبالنسبة للبنت يا مدام مونة اكيد الطفلة محتاجة ردعة تانية بدل الردعة اللي هي رجعتها في وشه الطفلة مش ممكن تقعد اكتر من كده من غير الردعة انا كمان بحكم خضرتي في المجال ده افضل انه يردعها رضاعة طبيعية الرضاعة الطبيعية افضل بكتير من اللبن البدرة اللي بياخدوه الاطفال بتوع اليومين دول انا كمان افضل ان سيادتك تهتمي اكتر بنوع الوجبات اللي بياخدها الاستاذ احمد لان ده بيفرق بشكل كبير فيه كسافة اللبن وجودته تمام كده زي البقر كل ما بنهتمي بيه اكتر يكون له ناتج اكبر احنا مش عايزين عم عبد البواب يزعل مننا اما بقى مسألة قمصان النوم دي فانا افضل ان الاستاذ احمد تحت القميس او تحت الكمبلزون مثلا يلبس كلسون طويل كلسون صوف ابيض ولو يعني ما فيهاش ايه اللي تزوق مني اعتقد ان حضرتك ممكن بشيء من التواضع والمحبة تتنزليله عن الاندر الخاص بيك الاندر الكارون المعفن اللي حضرتك كنت لابساه فيه فيلمك الاخير وقلعته افتكر ان الاندر ده يدف اكتر تحت الكلسون الصوف متاخذنيش في الكلمة يا مدام مونة الناس كلها اطلعت على الاندر بتاعك ده من وقت عرض الفيلم مركة الاندر ده اصبحت هي المركة الاكثر انتشارا في البلد ده بقى ولا البلوفر بتعمري دياب في اغنية تملي معاك ده انا حتى سمعت ان الشركة المنتجة للاندر بتفكر تعلق بجات على الاندرات ويكتبوا عليها اندر مونة على كل حال ربنا يطمن عليه وانا كلها يومين او ثلاثة كده وابقى ارجع واتصل دي مرة تانية انا مين؟ اعلى مؤخذة نسيت اقول لحضرتك انا اراني باسيوني اراني باسيوني من مكتب الاستاذ عباس فرخة المنتج المعروف الاستاذ فرخة كان طلب مني اتصل بالاستاذ احمد وابلغه بموعد التصوير الجديد اللي احنا اتفقنا عليه فيلم الزوجة التانية في نسخته جديدة لكن اكيد الاستاذ فرخة لما يعرف اللي حصل اكيد هيسند الدور لممثل داني او بقى هيستبدل الدور نعم الاستاذ احمد كان مرشح لدور ايه؟ الاستاذ احمد حرم سيادتك كان مرشح للدور اللي قام به الفنان شكري سرحان في الفيلم الاول لكن مش بعيد بعد اللي انا سمعته دلوقت واللي انا بدوري اكيد هنقله للاستاذ فرخة الدور يتغير يلعب اي دور تاني وبدل ما يقوم بدور ابو العلا يقوم مثلا بدور فاطمة الدور اللي قامت به السندريلا الست سعاد حسني اكيد لو الظروف سمحت الدور ده هيليق عليها اكتر ده غير ان الاندر بتاع سيادتك على الاستاذ احمد اكيد هيعمل معاه شغل عالي اوي 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 مع السلامة يا مدام مونة موسيقى موسيقى